بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فوصلنا في كلامنا على الجرح والتعديل إلى مسألة ألا وهي أسباب تعارض الجرح والتعديل وأبرز تلك الأسباب تعارض أقوال النقاط ويرجع ذلك إلى اختلاف مناهج النقاط في التشدد والتساهل في هذا الباب وكثير من تعارض الجرح والتعديل ناتج عن ذلك أي سبب اختلاف مناهج النقاط من حيث التشدد والتساهل والأمر الآخر التوثيق والتضعيف المقيد والنسبي ويندرج تحته المقيد بشيخ معين يخطئ في حديث فلان أو حجة في حديث فلان أو ما شبه ذلك أو المقيد بتلميذ معين من صورة رواية العبادة عنه أقوى رواية الحفاظ عنه ليس فيها مناكير المقيد أيضا بمكان من صوره حديثه في البصرة فيه أخطاء أو حديثه في الكوفيين أو في البصريين أو في الشاميين أو ما شبه ذلك والمقيد أيضا بزمان من صوره تغير حديثه بعدما تقدمت به السن المقيد بالتحديث من الكتاب المقيد بنوع من العلم كأن يكون حجب في المغازي أو في القراءة أو لا بأس به في الرقائق دون الأحكام وأيضا سبب الآخر اختلاف أسباب الجرح ويبرز هذا عند المتشددين في هذا الباب كيحي القطان وعبد الرحمن بن مهدي فبعض الأمة يجرح بما لا يعد جرحا حقيقة ومن أمثلة ذلك أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني وقد ينسب إلى جده خرج له البخاري في صحيحه قال ابن نمير تركت حديثه لقول أهل بلده وقال الميموني قلت لأحمد إن أهل حران يسيئون الثناء عليه وقال أهل حران قل أن يرضوا عن إنسان هو يخشى السلطان بسبب ضيعة له إذن قال ابن حجر بعد هذا الكلام قال فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله وهو غير قادح وقد قال أبو حاتم عنه أي عن أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال عنه كان من أهل الصدق والإتقان إذن هذا مثال على بعض الأمة يجرحون بما لا يعدوا جرحا وقال أيضا من تمرك الأسباب والأمور أن يجرح الراوي بما ليس بجرح وهذا يختلف عن سابقه بما سنذكر قال حافظ ابن حجر وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط يعني أن بعض الأمة ضعفوا من أمر الدنيا فضعفوا من أجل ذلك أي توسعوا في أمر الدنيا ومن أمثلة ذلك على التضعيف بما ليس بجرح قال أبو داود السجستاني أنا لا أحدث عن أبي الأشعث يعني أحمد بن المقدام قلت لما قال لأنه كان يعلم المجان والمجون كان مجان بالبصرة يسررون سرر الدراهم ويطرحونها على الطريق ويجلسون ناحية فإذا مر يعني رجلا بسرر أراد أن يأخذها صاح ضعحة ليخجل الرجل فعلم أبو الأشعث المر بالبصرة هيئوا صرر زجاج كصررهم فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصاحوا بكم فطرحوا صرر الزجاج الذي معكم واخذوا صرر الدراهم ففعلوا ذلك فأنا لا أحدث عنه لهذا فيقول ابن حجر بعد أن ذكر أبو داود السجستاني سبب التضعيف أبي الأشعث قال ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم يعلم المجان كما قال أبو داود وإنما علم المار الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم وكأنه كان يذهب مذهب من يؤدب بالمال فلهذا جوز للمار أن يأخذوا الدراهم تأديبا لهم حتى لا يعودوا لتخجيل الناس مع احتمال أن يكونوا بعد ذلك أعادوا لهم دراهمهم والله أعلم وقد احتج به البخاري أيضا من تلك الأمور اختلاف حال الراوي كمحمد بن حميد بن حيان التميمي أبو عبد الله الرازي وثقه جماعة منهم ابن معين قال أبو حاتم الرازي سألني يحيى بن معين عن ابن حميد ألا وهو محمد بن حميد بن حيان التميمي من قبل أن يظهر منه ما ظهر فقال أي شيء ينقمون منه قلت يكون في كتابه شيء فيقول ليس هذا كهذا فيأخذ القلم فيغيره فقال بئس هذه الخصلة قد قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد فسمعناه ولم نرى إلا خير قال داود بن يحيى حدثنا عنه أبو حاتم قدم ثم تركه بآخرة إذن هنا يكون التغير اختلاف حال الراوي فمحمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف جدا أجمع الحفاظ من أهل بلده وهم أعلموا به على وصفه بهذا أما ثناء أحمد بن معين عليه فلأنه لما قدم بغداد حدث بأحاديث مستقيمة في الجملة ولم يظهر تغيره بعد وقد مات أحمد بن معين قبله بوقت وإنما طرى عليه هذا التغير وظهر ظهورا بينا في آخر عمره لما رجع إلى بلده الري أيضا من تلك الأمور المصطلحات الخاصة بعض الحفاظ ذهب مصطلحات خاصة في نقد الرواد لو حملت على ظاهرها أفادت معنا غير مقصود عند من أطلقها قال الذهبين ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة ثم أهم من ذلك أن نعلم الاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واستلاحه ومقاصره بعباراته الكثيرة قال الذهبين مبينة بعض الأستلاحات الخاصة مثلا قول البخاري سكتوا عنه قال أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل وعلمنا مقصده بها بماذا علمنا مقصد البخاري بالاستقراء أنها بمعنى تركوه إنها بمعنى تركوه أيضا قول البخاري فيه نظر قال وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف وبالاستقراء أيضا هذا كان بالاستقراء أيضا قوله ليس بقوي عند أبي حاتم إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت ليس بالقوي عند البخاري والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف قال الذهب ومن ثم قيل تجيب حكاية الجرح والتعديل أيضا عدم ثبوت القول من الأمور إذن هذه الإصطلاحات تكون هناك إصطلاحات خاصة ببعض الأمة تأخذ وتعتبر هذه الإصطلاحات عن طريق الاستقراء إذا لم يصرح الإمام بمعنى هذا الإصطلاح الذي يصطرحه على بعض الأمة أو على بعض الرواة أيضا من تلك الأمور عدم ثبوت القول عن أحد الناقدين ومن أمثلة ذلك منها وصف سفيان بن عينة بالاختلاط قال الذهبي وأما بلغنا عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال اشهدوا أن ابن عينة اختلط سنة سبع وتسعين ومئة فهذا منكر من القول ولا يصلح ولا هو مستقيم فإن يحيى القطان مات في صفر سنة ثمان وتسعين مع قدوم الوفدي من الحج فمن الذي أخبره باختلاطه سفيان ومتى لحق أن يقول هذا القول وقد بلغت التواقي وسفيان حجة مطلق وحديثه في جميع دواوين الإسلام إذن بهذا يتبين لنا بعد أن ذكرنا بعض الأمور عن أسباب تعارض الجرح والتعديل إذن ما هي أبرز أسباب تعارض أقوال إمامنا أقوال الإمام الواحد ما هي هذا بالنسبة التي ذكرناه تعارض بشكل عام أما إذا كان السبب تعارض في قول إمام الواحد كي يحيى بالمعين وهذا كثير ما يضربون عليه المثال وترجع ذلك إلى التوثيق النسبي والتضعيف النسبي وله حالان أما أن يكون الراوي ضعيفا ويقوى في موطن آخر لأنه قرن بأضعف منه أو يكون الراوي ثقة ويضعف في موطن آخر لأنه قرن بأثبت منه لهذا قال الحافظ الباجي وعلم أنه قد يكون المعدل فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه ويقول فلان لا بأس به ويريد أنه يحتج بحديثه وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط حديثه فيقرن بالضعفة فيقال ما تقول في فلان وفلان فيقول فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره إذن إذا إذا قرن بآخر إما أضعف منه أو أثق منه إذا كان الراوي الضعيف ويقوى في موطن آخر لأنه قرن بأضعف منه أو يكون الراوي ثقة ويضعف في موطن آخر لأنه قرن بأثبت منه هذا الأمر الأولى أمر الثاني هذا ذكرنا الأمر الأول ألا وهو التوثيق النسبي والتضعيف النسبي إذن هناك هناك التضعيف نسبي وتوثيق نسبي الأمر الآخر تغير اجتهاد الناقد قد يتغير اجتهاد الناقد لهذا قال السخاوي رحمه الله وقد يكون الاختلاف في تغير اجتهادي كما هو أحد الاحتمالين في قول الدار قطني في الحسن بن غفير إنه منكر الحديث وفي موضع آخر أنه متروك وثانيهما عدم تفرقته بين اللفظين بل هما عنده من مرتبة واحدة إذن هذا يكون في حال من تغير اجتهاده في راون أو أن يكون أحد القولين غير ثابت عن الناقد يعني وكثيرا ما يضربون به المثال على يحيى ابن معين وهنا نضرب مثالا قال شعبة حدثني خليد ابن جعفر وكان من أصدق الناس وأشدهم انتقاء وقال إسحاق ابن منصور عن يحيى ابن معين ثقة قال ابن حجر في التقريب صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه لم يثبت أن ابن معين ضعفه إذن هنا نقل على ابن معين أنه ضعف هذا الرجل وهو خليد ابن جعفر الحنفي وهو أبو سليمان البصري لكن بين لان الحافظ ابن حجر أنه لم يثبت لم يأتي بطريق صحيح أن يحيى ابن معين أنه ضعف خليد أيضا مثال آخر لداود ابن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي وثقه ابن معين وغيره فيما رواه إسحاق ابن منصور عنه وأبو حاتم وابو داود والعجلي والبزار ونقل الحاكم أن ابن معين ضعفه قال الحافظ ابن حجر لم يصح ابن معين تضعيفه إذن هذا تغير اجتهاد عفوا أن يكون أحد القولين غير ثابت عن الناقد الناقد وكثير منهم يضربون الأمثلة على يحيى ابن معين الأمر الرابع أن يكون مراد الناقد بالتوثيق العدالة العدالة فقط دون الضبط وهذا له أمثلة كثيرة أهم من أشهر من عرف بذلك الحافظ ابن عدي أن يكون مراد الناقد بالتوثيق العدالة فقط دون الضبط فهو يطلق ابن عدي أرجو أنه لا بأس به ابن عدي كتابه الكامل من أعظم الكتب في الجرح والتعديل فهو يسبر رحمه الله تعالى روايات الراوي فيذكر بعد آخر شيء جرحا أو تعديلا فيه فعادة ما يقول عبارة أرجو أنه لا بأس به يقصد بذلك على العدالة أحيانا مع أن الراوي ضعيف أو مترك بسبب غلبة خطائه أو غفلته قال العلامة المعلمة في قول ابن عدي أرجو أنه لا بأس به قال هذه الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقطع أن يكون مقصوده أرجو أنه لا يتعمد الكذب إذن معنى قول أرجو أنه لا بأس به عند ابن عدي كما صرح العلامة المعلمة مراده أرجو أنه لا يتعمد الكذب وهذا منها لأنه قالها بعد أن ساق أحاديث يوسف بن محمد بن المنكذر وعمتها لم يتابع عليها إذن ما هي القرائن قرائن الجمعي عند تعارض الجرح والتعديل ما هي القرائن التي تجعلنا أن نجمع بين الجرح والتعديل عند التأمل في القرائن التي تستعمل في الجمعي بين أقوال النقاد المتعارضة نجد أنها هي نفس الأسباب المتقدمة غالبا فكل سبب ما تقدم يعتبر قليلا من قرائن الجمع وملخصها ما يلي أن يحمل الاختلاف على كون أحد الناقدين معروفا بالتشدد والآخر معتدل والأمر الآخر أن يحمل أحد القولين على الجرح والتعديل المقيد النسبي أو يكون الجرح نسبي أو التعديل نسبي وتقدمت أيضا هذه صوره أن يحمل أحد القولين على مصطلح خاص بالناقد كما ذكرنا من قول البخاري في نظر قول أبو حاتم وما شبه ذلك أن يحمل أحد القولين على اختلاف حال الراوي قد يختلف اجتهاد الراوي الإمام في حال الراوي يختلف حال الراوي فيختلف قول الإمام فيه القول الوسط هو الراجح عند تكافؤ الاختلاف إذا اختلف فيه الراوي جرحا متعديلا لم نستطع الجمع بينهما بوجه من وجوه لم نستطع الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع ولم نجد مرجحا بينا لأحد القولين فالغالب أن حال الراوي وصلت بين الجرح والتعديل إذا قرأنا للترجيح عندنا تعرض الجرح والتعديل أولا التثبت من صحة الإسناد إلى الناقد هذا أول شيء إذا وصلنا قول ابن معين في الراوي يجب أول شيء أن نتثبت من صحة هذا النقل عن يحيي بن معين فإذا كان أحد الإسنادين ضعيفا ترجح ماذا الآخر أن يكون أحد القولين عليه أكثر رواة عن الناقد كما هو معلوم عن يحيي بن معين هناك كثير من الرواة الذين رواوا عنه أقواله فقد نجد قولا يروي عنه إمامك الحاكم وغيره عن يحيي بن معين قول في هذا الرواة هناك جمع من الرواة يروي عن يحيي بن معين قول آخر فيترجح ماذا الأكثر أن يوافق أحد القولين قول جمهور النقاد فإذا اتفق النقاد على توثيق راه مثلا وتفرد أحدهم بجرحه فإن قول الجمهور مقدم وعكسه كذلك يعني مثلا يحيي بن معين أيضا إذا قال قول ونجد أن الإمام أحمد قال نفس القول فهذا يأخذ به فهذا معناه أنه عضد بقول الإمام أحمد فلا شك أنه يقدم على من ضعف هذا الرواة إذا حكم إحيي بن معين وإمام أحمد وغيره من الأئمة بتوثيق هذا الرواة. أيضا الوقوف على اختلاف الاجتهاد من الناقد كذلك كلام الأقران ومن بينهما خصومة وعداوة وكما ذكر الأئمة أن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ولا سيما إذا لاحى لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد لا ينجو منه إلا من عصم الله لهذا قال الحافظ الذهبي وما علمت أن عصر من العصار سلم أهل من ذلك سوى النبيين والصديقين فلو شئت سردت من ذلك كراريس يقول الذهبي لو شئت لذكرت لك كراريس على ذلك كلام الأقران بعضهم على بعض الأمر الآخر أن يكون أحد الناقدين ممن لا يعتمد عليه في الجرح والتعدل يعني كأبي الفتح الأزدي من المتكلمين في الروات لكنه ضعيف لا يعتمد عليه لذا قال الحافظ ابن حجر ولا عبرة بقول الأزدي لأنه ضعيف فكيف يعتمد في تضعيفه أو في تضعيفه بعض الروات وأيضا من الأمور الوهم في النقل على الناقد اجتباه الروات على الناقد أيضا هذا من ضمن الأمور اجتباه الروات على الناقد وليس الناقد وهذه تختلف عن سابقته وهي قولنا اجتباه الروات على الناقد قال علامة المعلمي أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة فإن الأسماء تتشابه وقد يقول المحدث كلمة في راون فيظنها السامع في آخر ويحاكيها كذلك وقد يحكيها السامع في من قيلت فيه ويخطئ بعض من بعده فيحملها على آخر ففي الرواة المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي والمغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام الحزامي والمغيرة ابن عبد الرحمن ابن عوف حكى عباس الدوري عن يحب عن توثيق الأول وتضعيف الثالث فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني وهمه المزي ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال غالط عباس أي عباس الدوري اللي أنه روى عن ابن معين فهذه الرواية غلط عن ابن معين وسرد العلامة المعلمة عددا من الأمثلة ومن الأمثلة موقع المزي في تهديم الكبر داود بن عبد الله الأودي أبو العلا الكوفي قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه شيخون ثقة أي عن داود بن عبد الله الأودي وقال إسحاق بن نصور عن يحيب معين ثقة وقال عباس الدوري عن يحيب ليس بشيء روى له الأربعة والعبارة الثانية قالها يحيى في داود بن يزيد فهنا نجد اشتباه الرواة على الناقل وليس الناقد وهذه تختلف كما قلنا عن سابقتها هناك مؤلفات وتطبيقات عملية في الرواة المختلف فيهم نذكر من المؤلفات كتاب الفصل بين النقلة ابن حبان قال ابن حبان في كتابه المجروحين كتاب الفصل بين النقلة ونذكر فيه كل شيخ نختلف فيه أمتنا ممن ضعفه بعضهم ووثقه البعض ويذكر السبب الداعي لهم إلى ذلك وهذا الكتاب من الكتب التي ذكر فيها ما نختلف فيه بجرح وتعديل أيضا الرواة المختلفة فيهم للحافظ المنذري وأيضا كتاب الرواة الثقات المتكلفة فيهم بما لا يوجب ردهم للحافظ الذهبي وأيضا اختلاف أقوال النقاط في الرواة المختلف فيهم مع دراسة هذه الظاهرة عند ابن معين لدكتور سعدي الهاشمي وهذا من المعاصرين أيضا قراء ترجيح التعديل والتجريح دراسة نظرية تطبيقية لدكتور عبد العزيزي للحيدان وأيضا كتاب مصطلحات الجرح والتعديل المتعالضة لدكتور جمال استطيري وأيضا من التطبيقات العملية لرواة المختلف فيهم يرجع أيضا لكتاب شرح علل الترمذي وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه على علل الترمذي فقد ذكر قواعد في الجرح والتعديل مع بيان جملة من الرواة المختلف فيهم وأسباب تعالض الجرح والتعديل فيهم أيضا الحافظ الذهبي ذكر في مقدمته وهي في كتابه هدي الساري في الفصل التاسع فقد خص هذا الفصل وهو الفصل التاسع للرواة المتكلم فيهم في الصحيح وضمنه إجابات مسددة تشتمل على جملة وافرة من طرائق الجمع بين تخريج البخاري للراوي والطعم فيه وكذا الترجيح ونثر ضمن التراجم تحقيقات فريدة وقراء كثيرة للجمع والترجيح في مسألة في مسألة تعالض الجرح والتعديل أيضا كتاب التنكيل للعلامة المعلمة حيث يمثل هذا الكتاب نموذجا فريدا في كيفية التعامل مع الرواة المختلف فيهم وقد اجتمل على تحريرات عزيزة في علوم الحديث ينبغي ليقاص لهذا الفن أن يقف عليه وقد تقدم كلام العلامة المعلمة في كتابه التنكيل المقدمة مفيدة مهمة تشتمل على قواعد وفوائد مهمة تتعلق بالرواة والجرح والتعديل من تلك القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي التهمة بالكذب رواة المبتدعة هل يشترى التفسير والجرح وغيرها من المسائل المهمة التي يعني على طالب العلم أن يرجع إليها ويستفيد منها ويرجع إلى كتاب التنكيل لأنه من الكتب المهمة تتمت هذه المسائل المهمة في الجرح والتعديل مثلا الأولى الجرح المجمل صورته مع القول المختار صورة الجرح المجمل إذا قال الجرح هذا الشاهد فاسق يقال له هذا جرح المجمل فما سبب فسقه فيقول هذا الشاهد سارق فهنا فسر الفسق بالسرقة ومثاله في الراوي أن يقول للناقد هذا الراوي ضعيف فهذا جرح المجمل وتفسيره مثلا أن يقول ضعيف لأجد كثرة مخالفة للثقات والقول المختار يقبل جرح المجمل الذي لم يفسر إذا صدر من ماذا صدر من إمام عارف فيقبل جرحه المجمل لأن المزكي إذا كان بصيراً قبل جرحه وتعدليه وإلا فلا وهذا هو التحقيق الذي عليه العمل عند جمهور المحدثين وكذا جمهور الأصولين أيضاً مسألة التعديل على الإبهام وصورتها أن يقول الراوي حدثني الثقة أو حدثني من أثق به ولا يسميه هل يقبل هذا التوثيق قال حفظ ابن حجر في نخبة الفكر لا يقبل المبهم ولو أبهم ولو أبهم بلفظ التعديل فإذا الراوي قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصر العلم لم يكتفي به لم يكتف به وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف بل إضرابه عن تسمية مريب يوقع في القلوب فيه ترددا أيضا من المسائل إذا روى عدل عن الرجل وسماه فاليو